معانا سيد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات يا معاني المستشار مساء الخير وأهلا بحضرتك مساء الخير يا فندم أهلا بك أهلا بك تحياتنا طبعا لحضرتك ولكل القائمين على عملية الاستفتاء طبعا كل التحية لحضراتكم وعايزين حضرتك تكلمنا عن اليوم الثاني لانتخابات في الداخل واليوم الثالث والأخير لانتخابات في الخارج كلمنا عن أبرز الملاحظات الموجودة عند حضرتكم وأبرز المشاهدات يعني خذيني في البداية ولحظك أنه الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت من خير غرفة العمليات عملية الاستفتاء في اليوم الثاني الداخل واليوم الثالث والأخير من خارج مصر وعملية الاستفتاء والتصويت بدأت منذ التاسعة صباحا وكان التصويت يسير بشكل منتظم جدا لم نترقى أي شكاوة تفيد أن هناك مشاكل أو خروقات كانت كل الاشترافة التي تترقتها غرفة العمليات حول مكان البجان وغضها أو وغضها أو معرفة مكان التالي إنما أكامل الملفت الحقيقة وليس ملفتاً ولم يكن ملفتاً للهيئة الوطنية أو غرفة العمليات فقط إنما كان ملفت لعالم يعني إخبار المصريين منذ لحظة الأولى والساعات الأولى في اليوم الأول من الاستفتاء على التوافد على تنظيف الانتخاب كان بشكل واضح وكثيف أمام كل اللجان على مستوى الدنورية مما دعا السادة القبار والسادة الموظفين المنظمين لعمليات الاختستاذ أن يطلبوا ما يساعدهم حيث بفعة الهيئة بعض من السادة القبار في عدد من اللجان لمساعدة دمولائهم لمواجهة هذا التخبير هذا يدل دلالة قاطعة وواضحة على وعي المواطن المصري وحبه الوطن وإدراكه وتصميمه على أداء وغيبه واستخدام حقه التسطوري الذي ينص عليه التسطور وأن يكون شريكاً أساسياً في صنع القرار وصنع مستقبل الوطن حيث التواجد أمام ديجان تنظيف الاختراع يعبر عن رأيه كاميروين وعلينا نحن أن ننقذ رغبة الشعب كما هي نحن أمناء عليها ولن يكون هناك ما يعقل صفوء العملية الضغطة ده شيء رائع وممتاز طيب كان فيه شائعات النهاردة عن أنه سيمتد أو سيتم مد التصويت ليوم رابع في الداخل قولي مدى صحة هذا الكلام نحن الحقيقة عملية التصويت ليوم رابع لم يصدر عن الهيئة الوطنية أي حديث في هذا الشعب ولم نتناوله أبدا ولم يعرض علينا وأنا يعني الحقيقة من خلال لجنة الإعلام في الحقيقة يبدو أن هناك خبر أو تنقلات وقالت قناة مبيشي لا صحة لما تردت من أن هناك مد للتصويت اليوم رابع وهو من الشائعات التي يطلقها كاريه هذا الوطن الذين يريدون أن يشويه الصورة باستفتاء وصورة الوطن بأي طريقة يحاولون الحقيقة يحاولون أن يستدعي المواطن حتى يتكاسل على أداء وجبه وإن كان زخم وتوافد وإستحام المواطنين أبام الدجان منذ لحظة تقول رد على كاريه هذا الوطن فيما يستقنه من الشائعات إنما لا صحة لما يتردت من أن هناك مدى اليوم الرابع ولم تتناول هيئة الوطنية الآن اليوم هذه الشائعة إطلاقا إذن التصويت داخل مصر ينتهي يوم الغد اللي هو يوم الاثنين في الساعة التصويت داخل مصر التصويت داخل مصر إذا ما تواجد ناخبون داخل الحرم الانتخابي يظل ويستمر العمل باللجان حتى ينتهي آخر ناخب من الإطلاق بصورة هايل طيب آخر حاجة أسأل حياتك عليها سادة المشار كان فيه أيضا النهاردة تردد إن عدد المنظمات قليل ولا يتجاوز الأربع منظمات حقوقية حقيقة هذا الكلام هو من قبيل الشائعات أيضا وقلنا أنه الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بمتابعة كل منظمات المجتمع المدني دولية أو محلية واعتقد جمالنا 80 منظمة ما بين 22 دولة و55 محلية و3 مجالس حومية من الدولة على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي قابلنا كل هذه المنظمات طوالما توفرت بيها الشروط القانونية أيضا وسائل الإعلام 52 دولة و40 لحل من الدولة واشنط بوست كيوز في أن نحن قلنا زي بقولت حظك من شوية لدينا أمان فيه حتى مرفض أحد أصدورة واضحة وجلية للعالم أجمع وأن المصريين الحقيقة ضربوا مستهلا للروعة وللوطنية وللوطنية حتى التحد في أعيادهم المهاردة نصف شعبان ووعيد الأخوة المسيحيين اتحاد المصريين في أعيادهم اتحاد المصريين في مناسبتهم الوطنية اتحاد المصريين في اتخاذ قرارهم اتحاد المصريين في النزول لسنظيفة اقتراع ليقولوا رأيهم هي نحن نرحب بالمتابعة وهذه المنظمات التي تخدمت قبلناها وتتابع بشكل واقع على أرض الواقع وعود أقول أنه يعني السادة المواطنين الذين لهم حق الانتخاذ يتواردون كما ضرب اليوم والأمس أروع مساد الوطنية في استخدام الحق لديكم اليوم السادس غدا أن تتواجهوا لسنظيفة الانتخاذ باستعمال استخدام حقكم وأداء واجدكم من طول نحو وطنكم فأنتم تشاركونا في صنع القرار تشاركونا في صنع تاريخ ومستخدام وطن طيب معلش بقى آخر سؤال المرة دي إعلان النتائج هيكون بحد أقصى إمتى إن شاء الله يا معالي المستشار طبقا للمادة 51 من قانون مباشرة القتلاسية أحب أقول أولا أنه الهيئة الوطنية دون غيرها هي المعنية بإعلان النتائج وطبقا لموعدة الكادوان الزمني أن النتيجة سوف تكون في موعد أقصى 27 أبريل يعني خمسة أيام طبقا لما قال قرر القانون خمسة أيام من وصول أوراق العملية الانتخابية أو عميشة الستائلة الهيئة إذا انتهينا يوم الثنين غدا بخلال خمسة أيام قد يكون في أولها يعني الثلاث الأربع الخميس كل هذه الأيام وارد أن تكون فيها نتيجة حسب وصول النتائج الخارج ووصول النتائج الداخل إن شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك سيد المستشار محمود الشريف المتحدد باسم الهيئة الوطنية للانتخابات شكرا لحضرتك شكرا جزيلا